اشتركوا في القناة بس ده كان مش اي حد في الدنيا ينفع يشترك فيه ده معرفش كان عاوز خمسين جنيه ولا اشتراك فكان فيه اتنين مسلا عندنا في الشرع مشتركين كنا بالليل بعد ما نخلص لعبه ولا بتاع نتحيل عليهم يجوا معنا عشان نأجر افلام على حسابهم اللي كانوا بيستفيدون من الموضوع انه ما كانوا بياخد الافلام ببلاش يعني احنا كنا بنروح نأجر مسلا اربع خمس افلام احنا كنا شلة يعني فكل واحد فينا بيأجر فيلم وبعدين يعني تخلص تندح على حد يبدل معك الشريط وبتاع واللي كنا بنبقى واخدين الشرايط على حسابهم كان لازم يبقى لهم لفة بياخدوا الافلام كلها يتفرجوا عليها ولاد اللازين هو ايه فكرة نوادي الفيديو اصلا بتعمل فيها ايه نوادي الفيديو دي اماكن محل في افلام في افلام اوريجنل نسخة اصلية عاملة زي المكتبات كده بتروح تأجر فيلم بتدفع اثنين جنيه تلاتة جنيه خمسة جنيه على الافلام الجديدة في افلام كي بتبقى بعشرة جنيه دي انت الهي الناس كلها هتموت عليها الهي كانت افلام فاندام وشوازينجر والحاجات دي شوارز نيجر دي بعدين بكتير هو كان شوازينجر ساعد وجاكي شان وبتاعه كلام زي ده تاخدها يوم تتفرج عليها وترجعها تاني يوم فطبعا احنا كنا بنروح ناخد بقولك تلاتة اربعة خمس افلام مسلا وبعدين تعدي علينا كلنا لاننا ما كناش بننام طول الليل وبعدين نصحة الساعة اثنين تلاتة العصر ده في الصيف طبعا ليهمنا الساعة اثنين تلاتة العصر دي ننزل نلعب كرة وبتاع وبعدين ناخد الافلام بقى اللي كانت بالليل عملت دور علينا دي ونروح نادي الفيديو نوديها وناخد مكانها حسب فلوسك بقى موجودين دلوقتي لا طب ليه الاشتراك علشان دفعت فلوس في المكان فيبقى ضمنك كانوا بيعملوا علينا شبه سكرينين كده يعني انت ممكن تروح للهلالي ومعاكل خمسين جنيه وتقول انا عايز اشتريك ويقولك لا ما يصقش فيك ان يدي لك يساب لك الافلام انا اهربية ده انا عايشت لما شوفت الناس بتسأل هو اينا دي الفيديو بس انا متفاهم يعني متفاهم ان مش كل الناس عارفة الحاجات ده اتأمني ميلا جدا 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 انا دايما لما كانت الناس بتسألني انت ايه اللي دخلك في المجال بتاع النقد والريفيوز والكلام في الافلام والكلام ده ودولك انا كنت بعمل دوت تلقائيا من وانا عندي عشر سنين ووحداشر سنة لان الفكرة في ايه انا معايا فيلم والناس تانية معاها افلام تانية وانا عاوز الفيلم مثلا اللي مع وقل فعاوز ابدل الفيلم معاه فروح متصل به ولا انا دهله من الشباك كان عندنا احنا كان عندنا صفارة بتاعتنا كانش فيه موبايلات كان فيه تليفون الارضي بس تليفون الارضي طبعا في ساعة المتأخرة دايد كان ممكن يجاب لك علقة حلوة قوي فلو الوقت تتأخر مفيش الكلام دوت احنا من منور العمارة بتاعتنا كنت انا ووائل وحمادة ومازن فيه صفارة بتتصفر يطلع لك لو هو موجود يعني او تندح عليه او كلام زي ده وفيه طبعا من الشارع بقى او كلام دوت فوائل عاوز الفيلم اللي معاك انت معاك فيلم ايه? معايا فيلم كزا وده حلو انقط ده فتلاقي نفسك بتنقط فعلا هو فيلم حلو بيحكي عن كذا 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 ركز في الاكشن الاكشن جابت جدا 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 فيه شخصية سنوية معرفش مالها هتعجبك فلان الفلان يتمثيله نار معرفش مين تلاقي نفسك تعمل كده لانك بتبيع الفيلم عما تعاوز تقنعه بالفيلم عشان تاخد الفيلم اللي عنده كويس انا محدش سأل ايه هو الفيديو اصلا تعرفوا الفيديو ولا تعرفش تعرفوا تعرفوا الفي سي ار والفي اتش اس ولا ما تعرفوش اعرف الفي سي ار ما قلت تانية كان ليه مسح وار هو احنا طولنا قوي كده في الدنيا انا دي الفيديو اه يا دود احنا احنا محظوزين موتر ايس الناس الكبيرة بتاعت نهاية موليد التمانينات ونهاية السبعينات والحاجات دايات شافوا اربع خمس نطات للتكنولوجيا ولتغير السيم بتاع الانترتيمنت في العالم فيه ناس بتعيش عمرها كلها ما بتشوفش منه حاجة اه يا رايز كنا بننقض ولازم من غير حر ما انت خد بالك انت انت بتشوق يعني انت بتقوله هتخش الفيلم بص الفيلم حيبتدي بطريقة عضاية خالص مساجين موجودين في السجن وبعد كده فجأة يا رايز بتزهر معلومة ان واحد فيهم غالبا قتل مرات التانية قبل ما يخش في الفيلم ها وايه بقى هات الفيلم اللي ما اخذ الفيلم والافلام دي كان دايما فيها تريلرز في الاول بيبقى الفيلم بس الفيلم قبل ما بيبتدي كان بيبقى فيه اجود خمستاشر دقيقة مسلا تريلرز وتكتشف ان في تريلر لفيلم جديد خد بالك برضو ساعة ما فيش انترنت مش كل الافلام بتنزل في السينمات ففيه افلام ما كناش نعرف عنها غير من خلال نوادي الفيديو ما نسمعش عنها ما عندناش فكرة انت اكتر واحد يعرف يبيع افلام مش من فراغ حبيبي يا دود والله احسن فيلم شوفت على الفيديو طيب شاوشانك ردامشن ده يا دود وبعد كده نزلت لكل واحد بقول لكم ايه ارموا اللي فقتكم سيبوا كل حاجة وتتفرجوا على الفيلم ده ولف اللفة بتاعته ولما رحنا نادي الفيديو تاني يوم ما رجعناهوش اجرناه تاني ولف تاني وعمل يعني ظهر عندنا في الشارع على مدار العشر تيام خمستاشر يوم من ساعة لما احنا اجرناه يجي خمس ست مرات ووردوف موت بقى فام وانكلم بعده في تليفون شوف الفيلم اه وصلت الفين الحتة الفرنية طيب طيب في ايه لا مش حاجة فيش حاجة طب حتقول لي ايه وهاش حقول لك حاجة لما اتخلصوا كلمي احنا في الكويت وكان هندي بيلف علينا اول كل شارع مع سديهات الافلام الجديدة ديليفري يعني انا شفت المنظر ده شفت شفته في دبي كنت عند واحد صاحبي وجيه واحد وكان بيلف بالسديهات بتاعت الافلام ده كانتش كلها افلام قاوية ده جاد فاضر كان فيديو برضو لا طبعا جود فيلس كان فيديو انا شفت جود فيلس انا كنت حاجة الحكاية دي قبل كده انا شفت جود فيلس من يأسي ساعتها مش عارف كنت حجنن على فيلم مين دايهارد ولا معرفش ايه وكل ما اروح على ايه متأجر كل ما اروح على فكرة كل فيلم كان بيقى فيه من ثلاثة اواربع نصخ في محل الفيديو فقال لي ما تاخد ما تاخد الفيلم ده وبصت على البوستر كان دينيرو ريليوتا وجو باشي ما كنتش صفات الاساسية في الافلام اللي كنا بنبصيها البعض فيها كم خناقة فيه كم عركة شكلو مش حيدربه حد دول قال لي بس اتفرج كان مدخالي للسينما النظيفة كان اللي بيأجر بيفهم في الافلام في ناس كتير منهم كانوا بيفهموا في ناس كتير منهم ما كانوش بيفهم انا خدت وانا عارف ان كان اقدم من الفترة ديت بس كان لي ري ري ريليس ساعتها ساعتها بناءا على من الولد اللي بيأجر ومن الولد اللي كان بيأجر وفي ناس تانية كانوا ما فيش بلاطة ولا يفهموا اي لا ما فيش احنا كنا معلمين يا دود فيش حاجة اسمها فيلم حيبوز او بتاع لو شبك في الهد او كلام زي ده كلنا بنعرف نفك فيديوهات كلنا بنعرف نسلك الشرايط كلنا بنعرف نزبط الدنيا ما فيش فيش حد فينا ما كانش بيعرف يفك الفيديو ويطلع الهد ويمسحه ويركبه تاني افلام الاطفال كان لازم نشتريها ما بتتأجرش لا احنا كنا بنأجر توم انجاري بس من المحل اللي قدامنا من شارع لقدامنا المحل اللي قدامنا ده بقى كان عنده افلام وكان عنده حاجات زريفة وكل حاجة بس ما عندهش كل حاجة وما عندهش نسخ كتير من كل فيلم فعا عادي او تروح هناك تلاقي ان في فيلم اتاخد او بتاعه كان ابو واحد صاحبنا اه هو اللي عرفنا عليه والراجل كان بيخاف منه جدا فلما كنا بنروح نطلب حاجة لو هو مش متأكد ما هي فيلمة انها مش موجودة ما قدرش يستعبط علينا ساعتها لما كنا بنروح ناخد افلام توم انجاري كان بيديها لنا عاية للعلم الناس اللي ممكن ما تكونش عارفة الفيلم كان شريط خفيف كده زي شريط الكسد كانش شريط كسد كان شريط بلوكاية اجيب لكم شريط فياتشاس ولا اكيد عندنا في حتة اين دوروا يا جماعة اونلاين على شريط فياتشاس هتشوفوا بدونيك تعمل ازاي كان مسموح لكو تاخدوا اي فيلم ولا لا اه اكون بناخد اي حاجة هل كان في مشاهدة خارجة يعني كنتم بتحذروا نسخ اصلية مصرحة من الرقابة المصرية يا يوسف ما فيش حاجة فيها مشاهدة زي النسخة اللي اتعرضت في السينما بالزبط فيش حاجة اسمها فيلم وهنا بقى ظهر الكونسبت اللي برضو ممكن يكون غريب عليكم ما تعرفوش تعرفوا الكونسبت بتاع الفيلم الانكت ولا دي كلمة جديدة عليكم فساعتها مثلا كان فيه فيلم فيه الكت فيرجان وفيه الانكت فيرجان دي ما بتجيش من نوادي فيديو او مش من نوادي فيديو محترم يعني وكان فيه اه سيلفر ولا سليفر بها مجرد كان اسمه سيلفر ولا ما فاكرة بتاع شرم ستون وكان فيه بتاع شرم ستون ودول كانوا نجوم بقى التداولات او السؤال الداريك بتاع اكت ولا انكت الرجل الهندي ولا رجل الهندي كان معاه كل ما تم كاته من الافلام الاخرى مجمع في فيلم واحد بتاع ديمي مور على فكرة فيلم حق كان التأجير بكام يا دود اه ما بقول لك اه كنين جنيه تلاتة جنيه خمسة جنيه تمانية جنيه عشرة جنيه صحنا طبعا ما كانش دايما بيبقى معنا المدالغ دي الفكرة الاساسية احنا كلنا كنا بنأجر افلام لينا وللبيت كنا بناخد فلوس يلاقي سبع تمن شنبا اعدادي وقفين تحت البيت وبيجعاره زي المعلينة يعني احمود واللي اين ده فيطلع عاو زي احمر عاو ستلاتة جنيه عشان اهاجر فيلم هتروح دلوقتي ولا بعد ما تخلص لعب ده سؤال اولابي ومهم جدا ليه بقى لانه هتروح دلوقتي يعني هتجيب حاجة اللي هتفرج عليها قبل منام بعد ما تخلص لعب يبقى هتشوفه لوحدك اه اروح دلوقتي والله تروح دلوقتي وتيجي وتطلع لا هتطلع لك الفيلم في السبت اطلع بعد ما اخلص لعب طيب امسك يروح هتفن لنا فلوس بقى اللي يحدفه في ماشبك واللي ينزله في السبت واللي يعمل بتاعه وتلاقي برضه تقم الشنبه ده كله تلمى على بعضه كده وكل واحد فيهم اللي معاه تلاتة جنيه واللي معاربعة جنيه اللي عارف يسليكو يعني ونطلع على السيدة زينب عشان نروح نجيب فيلمه وترجع الماشبك قامل ده ده كان امي بقى بابا رمالك ام بارح فيلوس في الماشبك فين الماشبك رميته رميته لا يا حمار ما ترميش المشابك بعد كده حطها في جيبك كنتش فاهم ماذا كنت فاكر ان المشابك ده حاجة لارج يعني ما بنحتاجهاش للأسف كنت ساكن في الدور الخامس في سوتي ما كانش هيوصل للعيلة احنا كنا ساكنين في الدور الخامس من سوتي دوت عارف هياخد ايه وبنوقف بقى فيها وقفة كتير يعني اقى جبت فيلمه وطلع مش حلو وتقعد تلف بقى يا لهوي بقى المحلات ده اتعملت زي المكتبة فعلا فيه شراية كتير مرصوصة جنب بعض كده طلع بقى تلفتها مش عاد مش قادر اعرف ايه منتظر تكتشف ايه ما اكتشفتوش في الستين الف مرة اللي لفت فيها قبل كده هندك الفيلم الجديد بتعجاكش انا لا طلع طب استنى بقى مختار فيلم يا لهوي امو نامو يا اشتركوا في القناة